هذه ليست بمدينة أشباح وليست مشهدا من فيلم سينمائي بل هي العاصمة اللبنانية بيروت شوارعها تغرق ليلا في الظلام والسبب تقنين قاس تفرضه مؤسسة الكهرباء من جهة وعمدة إنارة وأضواء أنفاق تلفظ أنفاسها الأخيرة في انتظار صيانتها من جهة ثانية تمر السيارات بصعوبة بين الحفر التي تملأ الطرق وعند كل تقاطع يحاول السائقون تفادي التعرض لحادث بسبب إشارات ضوئية مطفئة أو محطمة منذ أكثر من عام ونصف ومنذ صيف العام 2019 على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان بدأت الليلة تتراجع تدريجيا أمام الدولار وسط أزمة سيولة حادة ويلامس سعر الصرف في السوق السوداء اليوم 12 ألف ليرة مقابل الدولار الوحد على صعيد آخر تبدو أزمة نفايات جديدة ستحصل حتما وتضاف إلى المشهد ظاهرة دخيلة تشهدها بيروت منذ فترة تتمثل بسرقة أغطية الصرف الصحي من شوارعها وحتى كبلاث الكهرباء والقصاطل المعدنية وبغض النظر عن مشاريع الاستثمار والخدمات إلا أن المتفق عليه بحسب مراقبين أن تاريخ بيروت مفعم بمشاريع غير مكتملة ما جعل البعض ينظر إليها كأحد أبرز نماذج الفساد في البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر